بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى إن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بالآيات الكونية التي تدل على طلاقة القدرة ومنبع الحكمة وعظيم الصنعة وبديعها حيث يقول الحق سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء تأمل الكون في كل شيء حولنا نجد أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير أبدع في صناعة الكون وسخر لنا كل شيء في الكون من السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والأنعام والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن المولى تبارك وتعالى تحدث إلينا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي موضع آخر قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الآيات الكونية التي تدل على طلاقة القدرة السماوات ذات الجمال والكمال والجلال انظر إلى كلام ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ويقول سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وكذا من الآيات الكونية الشمس والقمر قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح إذن هي الآيات التي تدعون إلى الاعتبار والتأمل والتدبر والتفكر إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأهل الاعتبار هم أهل الله وخاصة حيث أنهم يعتبرون ويتأملون وينظرون قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد وكذا الأرض نسير عليها ما هدها الله سبحانه وتعالى لخلقه وجعل لهم فيها سبلا وقدر فيها أقواتها وجعل فيها جنات من نخيل وأعناب وزروع وثمار تسقى بماء واحد إن هذه الآيات الكونية تدعون إلى التفكر والتأمل والتدبر في قدرة الخالق سبحانه وتعالى الذي سخر الكون وما فيه والسماء وما فيها والأرض وما عليها لخدمة الإنسان ولصالح الإنسان كي يتأمل ويعتبر ويطعظ ويعبد ربه تبارك وتعالى بيقين انظروا ماذا في السماوات والأرض وتأملوا بخشوع وخضوع قدرة الخالق سبحانه وتعالى على خلق هذه الأشياء من أجلنا ومن أجل أن ننظر في هذا الانتظام البديع الذي تسير فيه الشمس والقمر وتسير فيه الكواكب في ملكوت الله بانتظام دقيق دون تأخير أو تقديم من الذي يسيرها ومن القادر على تسيرها إنه الله سبحانه وتعالى ولا أحد سواه انظر في كلام الله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون التسبيح يأتي من النظر والتأمل فتقول سبحان الله الذي خلق وبرأ وصور وأبدع الكون لأجل الإنسان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينظرون فيعتبرون اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم